اهلا بكم في برنامج حديث الاسواق في الحرب معي أنا طلال العجمي في هذه الحلقة سأتحدث عن تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا بعد دخول روسيا على أوكرانيا بدأت مباشرة الدول الأوروبية والولايات المتحدة في تنفيذ تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في محاولة منها للضغط على روسيا وإجبارها على الانسحاب من أوكرانيا هل كانت روسيا مستعدة لهذه العقوبات الاقتصادية؟ تقارير كثيرة تحدثت عن حجم الأثار السلبية التي ستحدث بسبب تلك العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي سمعنا أيضا تهديد بعض الدول بعزلة روسيا في المرحلة المقبلة لكن بالمقابل إذا رأينا جانب آخر من هذه العقوبات سنجد بأن أثرها السلبي على العالم وأوروبا يعد متساوي وربما تشارك أوروبا وروسيا بهذه العزلة اعترف بذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حين قال بأن العقوبات التي فرضت على روسيا ستؤثر في أوروبا أيضا مشددا على ضرورة الاستعداد لذلك ما زالت أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسي خصوصا أنه ليس لديها بداء الحاضرة ويمثل الغاز الروسي أكثر من 40% من واردات أوروبا من الغاز وقد يؤدي إلى نفاذ الغاز بسبب عقوبات قربية أو ربما إجراءات مضادة روسية إلى زيادة أكبر بتعرفة الطاقة على ملايين الأسر كما سيؤدي قطع روسيا عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا في مقابل وارداتها من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا هنا يمكننا القول بأن معاقبة دول أوروبا لجارتها روسيا لن تكون سهلة لأن القرب الجغرافي دائما ما يكون مصحوب بروابط اقتصادية وأمنية ظهر بشكل واضح مع بداية الحرب ارتفاع أسعار الأغذية العالمية بحسب تقرير إن شرطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اتصدرت الزيوت النباتية ومنتوجات الألبان هذا الارتفاع لابد الانتباه هنا بأن مخاوف ظروف المحاصيل وتوافر الكميات الجاهزة للتصدير لا تعتبر هي السبب الوحيد لهذه الارتفاعات لأن السبب الأكبر لتضخم الأسعار قادم من قطاعات أخرى خارج الانتاج الغذائي مثل الطاقة هل روسيا جاهزة ومستعدة لهذه العقوبات؟ إذا رجعنا لعام 2014 نلاحظ بأن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات التي فرضها الغرب عليها بعد سيطرتها على شبه جزيرة القرب وأن اليوم لا يمكن نجاح الغرب بمحاصرة روسيا إلا بتوجيه ضربة إلى صادرات النفط والطاقة الروسية الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك في ظل ظروف النقص العالمي في موارد الطاقة ومع ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم الغير مسبوق في العامين الأخيرين بسبب جائحة كورونا أيضا أوروبا لا يمكنها التخلي عن الغاز الروسي بالرغم من خطابها وهجومها وكل تهديداتها وفي نقطة أخيرة أن اندماج الاقتصاد الروسي في الاقتصاد العالمي لا يعد كبيرا مثل اقتصاد عدد من الولدان الأخرى وهذا ربما يضعف من فعالية العقوبات أشوفكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة